بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم نواصل شرح مادة التربية الدينية الإسلامية وقد وصلنا إلى الدرس الأول من السير والشخصيات وهو يتحدث عن غزوة بدر طبعا هذه الغزوة الهامة جدا في الإسلام سوف نتعرف عليها ونتعرف على أسبابها والأحداث التي أتت في هذه الغزوة وما النتائج تابعونا حتى نهاية الفيديو في البداية أذكركم دائما بالاشتراك في القناة وكذلك مشاركة هذا الفيديو مع الآخرين حتى يستفيد منه الجميع انسخ الرابط على مواقع التواصل المختلفة حتى يستفيد منه الآخرون كذلك لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو وإن كان لديكم أي سؤال أو استفسار اكتبوه لنا وأرسلوا إلينا غزوة بدر أولا سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحقيق السلام النبي دائما يحب السلام لا يحب الحرب النبي صلى الله عليه وسلم أتى برسالة الإسلام رسالة السلام في خلال خمسة عشر عاما النبي صلى الله عليه وسلم ظل خمستاشر سنة حتى الآن يعني حتى يتكلم عن غزوة بدر طيب في خلال خمستاشر سنة من دعوته للإسلام ظل فيها يدعو الناس بالرحمة ولا يواجه إيذاء المشركين بمثله المشركين كما علمنا كانوا بيأذر المسلمين وكانوا يؤذر الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعرضون لهم دايما بالإيذاء في مكة كما علمنا وتحدثنا فيما قبل والنبي صلى الله عليه وسلم صابر وكذلك الصحابة بل كان يواجه ذلك بالإحسان والصبر عليه حتى لجأوا إلى الهجرة اضطروا أن هم يتركوا مكة يتركوا بلدهم ووطنهم يتركوا ديارهم وأهلهم يتركهم حتى يهاجروا إلى المدينة ويذهبوا إلى بلد آخر ومع ذلك لم تتركهم قريش أيضا يعني مع أنهم سابوا بلدهم وسابوا لهم البلد ومشوا لم تتركهم قريش أيضا بل أخذت منهم أموالهم غصبا وظلت تسعى لمحاربتي وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا كان في وقت الهجرة حتى جاء الإذن من الله سبحانه وتعالى بالحق في الدفاع عن النفس واستخداد الحقوق خلاص كده الموضوع بقى زاد عن حجمه إذن لابد أن ندافع عن أنفسنا يبقى إذن هذه الغزوات مهمة جدا عشان تفهم الإسلام صح عشان محدش يوصل لك كلام خطأ عن الإسلام الإسلام شرع فيه الحرب للدفاع عن النفس الدفاع عن النفس واسترداد الحقوق المسلوبة التي أخذوها مننا ومن هنا بدأت أحداث غزوة بدر طبعا مقدمة هاما نعلم من خلالها أن رسول دائما هدفه السلام طيب تعالوا بنا إلى زمان ومكان غزوة بدر كانت غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية في السنة الثانية للهجرة في السابع عشرة من شهر رمضان المبارك تحديدا يوم سبعتاشر رمضان سنة اثنين هجرية يعني بعد سنتين من الهجر حدثت في أرض بدر ولذلك سميت بهذا الاسم حدثت في أرض بدر وهي تقع بجنوب المدينة بين مكة والمدينة تحديدا بإذن هذا المكان يقع في الجنوب من المدينة ولهذا سميت غزوة بدر نسبة لمكان الغزوة إذن تعرفنا على الزمان سبعتاشر رمضان اثنين هجرية والمكان بدر بجنوب المدينة ولكن ما الأسباب التي دعت لقيام هذه الغزوة كان هناك طريق للتجارة من مكة المكرمة إلى الشام يمر بالمدينة المنورة يعني الطريق بتاع الهجرة وإحنا عارفين طبعا أنهم كانوا عارفين بالهجرة كان رعي الأغنام والهجرة والتجارة طيب هذا الطريق طريق التجارة يمر من مكة إلى الشام طيب الطريق دوت بيعد على المدينة بيمر بالمدينة المنورة وكان هذا الطريق يجمع بين القبائل ومنها قبيلة قريش اللي هي أذت الرسول واضطرتهم للهجرة هو الصحابة فسمعا صلى الله عليه وسلم بقدوم قافلة من قريش ده في قافلة لإهل قريش القافلة ديت اللي هي محملة بالبضائع يعني اللي هما بيتجروا وبينقلوها إذن بياخدوا تجارة بياخدوا أشياء معاهم يبيعوها أو يجبوا أشياء يبيعوها في بلدهم وهكذا يبيعوها في بلد تانية أو وهكذا إذن هذه التجارة فسمعا صلى الله عليه وسلم بقدوم هذه القافلة المحملة بالبضائع المختلفة هي قافلة لقريش من طريق التجارة هتمر من الطريق ده يقودها مين؟ أبو سفيان الزعيم بتاعهم محملة بالبضائع والنقود والتي منها أموال الصحابة المسلوبة منهم وقت الهجرة مهم المعنى ده جدا خلي بالك عشان تفهم إذن النبي صلى الله عليه وسلم مش طالع يعتدي عليهم النبي طالع أنه هو يرجع الأموال المسلوبة منهم حقهم إذن ليه؟ لأن الصحابة لما طلعوا من مكة كانوا كما قلنا لم تتركهم قريش بل أخذت منهم أموالهم غصبا ما كانوش بيسمحوا قريش ما كانوش بتسمح لحد يخرج ويهاجر من مكة للمدينة إلا لما ياخدوا منه أمواله ودياره فكان بيتطر يسيبها لهم إذن فهم قد سلبوا وصرقوا هذه الأموال وأخذوها غصبا فلا بد من استرداد الحقوق فهذه القفلة محملة ببضائع ونقود فيها الفلوس بتاعت الصحابة المسلوبة منهم وقت الهجرة أخذوها وبتجربيها وهكذا فأراد صلى الله عليه وسلم أن يسترد حقهم من الأموال التي أخذت منهم غصبا فاستشار صلى الله عليه وسلم أصحابه أخذ رأي الصحابة فوافقوا وقالوا له نحن معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبشر عليه الصلاة والسلام بشجاعتهم ورغبتهم في الدفاع عن أنفسهم واسترداد حقوقهم استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بشرى فرح بما قاله الصحابة من الموافقة وقالوا له نحن معك إحنا معك يا رسول الله ما الذي حدث بعد ذلك استعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعدى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لمواجهة قافلة أبي سفيان كما قلنا لاسترداد حقوقهم وفي أثناء استعدادهم لذلك رأى أبو سفيان بعض آثار المسلمين الذين كانوا يتتبعون خط سير القافلة السلام لاحظ أن في أثار أقدام أو أثار المسلمين مهم عرف أن المسلمين بيرأبوهم وباتبعوا خط سير القافلة فإلي أو سفيان فهرب بها وأرسل لقريش الخبر أخبرهم بالكلام ده أن المسلمين عايزين بيتابعوهم وهكذا وعلي ما صلى الله عليه وسلم بنجاة القافلة نحن قلنا هرب بها خلاص بقى كده نجا بالقافلة إذن علم صلى الله عليه وسلم بنجاة القافلة وعلي ما بخروج جيش من المشركين عدده ألف مقاتل بقيادة مين أبي جهل خرج من مكة لمحاربته صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلي بالك شوف النبي كان بس طالع عشان إيه ياخدوا حقهم من القافلة فقط ده كان البداية لكن أبو سفيان لما عارف هرب وأرسل لقريش الخبر فقريش استعدت وأعدت كام ألف مقاتل ودلوقتي طالعين من مكة لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا طالعين بقيادة مين أبو جهل فخرج صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان عددهم كام 313 صحابي فقط إنما عدد المشركين كانوا ألف ما فيش مقارنة للدفاع عن أنفسهم ووطنهم ثم طبعا ده بقى جايين ألف هم مت هيحاربوا هنقعد بقى نتفرج عليهم لا طبعا لازم نطلع وندافع ونحارب وندفع عن أنفسنا وعن وطننا ثم أرسلت قريش لأبي جهل بالرجوع قريش أرسلت رسول لأبو جهل ارجع خلاص فقد هربت القافلة آه يبقى إذن أبو سفيان كان بعثا لما حس بالخطر وكده إنما لما هرب وصلت القافلة ونجى يعني ونجى أبو سفيان بالتالي خلاص أرسلوا لأبو جهل لما قريش قالوا له ارجع خلاص فالقافلة قد ايه قد هربت وخلاص مطمئنين على القافلة دلوقتي لكن أبا جهل أصر بكبره على أن يصل إلى منطقة آبار بدر ليقف بجيشه لتعلم العرب أنه أرهب محمداً وأصحابه عايز يعمل يعني ايه موقف كده عشان ايه يخافوا بدنو بسبب كبري يبقى إذن راح لمنطقة آبار بدر لذلك هناك في آبار كتير في بدر خلاص الأبار اللي هي أبار المياه ليقف بهذا الجيش ويعني هنشوف بقى إيه اللي حصل بعد ذلك إذن أحداث غزوة بدر طبعاً كل هذه الأحداث وغيرها موجودة بالتفاصيل في كتاب السيرة النموية لابن هشام طيب تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستقروا عند بئر ماء في بدر اللي هو المكان اللي برضو اللي واقف فيه اللي هو مين أبو جه وهنا سأل الحباب ابن المنذر واحد من الصحابة صحابة النموية صلى الله عليه وسلم اسمه الحباب ابن المنذر سأل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلاً يا رسول الله هل هذا المكان أمرك به الله عز وجل ربنا أمرك أنك تقف في المكان ده اللي هو عند بئر ماء في بدر مكان يعني كده وقف فيه هل ربنا أمرك أن نحن نقف في هذا المكان أم هو الرأي والحرب والمكيدة ده يعني رأيك فقال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة يعني أنا رأيت أن إحنا نقف فيهم فقال يا رسول الله من الأفضل في معنيان الكلام أن نستقر في مكان آخر كان عنده بقى خبرة حباب من المنزل وأشار عليه أن ينهض بالناس ويتقدم للأمام فتصبح آبار الماء وراءنا ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربوا الله الفكرة فقال صلى الله عليه وسلم أصبت الرأي رأيك صواب رأيك صحيح الفكرة إيه أن هما نتقدم للأمام فبالتالي آبار المية في مورانة فنبني حوض ونملأ من مية الآبار ديت وبالتالي يبقى خلاص كده هما مش هيلقوا مية ما احنا ملأنا المأمنين من الآبار فمش هيلقوا مية فبالتالي لما نجي نقتلهم هنشرب ولا يشربوا ما هذه طبعا الرأي والحرب والإيه والمكيدة يعني يا رسول الله هل الأمر دوت أمرك بربنا نحن نقف في المكان دوت فبالتالي خلاص لابد من التنفيذ ولا ممكن أن نحن نتدخل ونقل رأينا طبعا يبقى إذا الرسول سمح له أنه هو يقل رأيه وفعلا طلع رأيه صواب ونفذ الرسول صلى الله عليه وسلم الرأي فأخذ برأيه ونهض صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس نهض وقام مسرعا ومعه اللي هما الناس اللي هما تلتمية ترتاشر فصار حتى أصبحت البئر فعلا إيه وراءهم وعملوا الكلام اللي يعني أشار به الحباب بن المنذر ما الذي حدث بعد ذلك بعد أن استقروا بدأ صلى الله عليه وسلم وأصحابه في توزيع أنفسهم استعدادا للغزو ولازم نقسم بقى أنفسنا كده في الجيش ووقف صلى الله عليه وسلم في آخر الجيش ليشرف على الغزوة وكان مع من طبعا صديقه الصدوق الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليكون بجانبه لحمايته أبو بكر دايما مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف عليه دايما وكان معه في الهجرة زي ما عرفنا وكان يمشي شواء قدامه شواء وراه كان خايف على النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء جيش المشركين بقيادة أبي جهل كما علمنا اللي هو أبا يرجع ويعود إلى مكة مرة أخر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين للسماء ليدعو الله إذن إحنا محتاجين دايما للدعاء ندعي ربنا في كل وقت الدعاء عبادة إذن ندعو الله عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني يا رب حقك لي النصر يعني طيب وظل صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل فأشفق عليه أبو بكر أبو بكر أشفق عليه وخاف عليه من الرسول عمال يدعي كتير لكثرة ما دعه فقال له ليخفف عنه أبو بكر قال له إيه بقى يا رسول الله لينجز لينجز الله لك ما وعدك ربنا هينجز لك ويحقا لك اللي وعدك به من النصر والمعونة فبدأت المعركة بعد أن استبشر صلى الله عليه وسلم برؤية جبريل عليه السلام سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام شاف سيدنا جبريل نزل في المعركة نزل ومعه ألف من الملائكة ألف من الملائكة خليباك ومعاد المشيكين زي ما قلنا ألف نزل مع سيدنا جبريل ومعه ألف من الملائكة بس خليباك ده دول ألف من الملائكة مش من البشر شوف قدرتهم وقوتهم بقى يحاربون معه صلى الله عليه وسلم ويساندون جيشه قليل العدد لو كان 313 ربنا حقق للرسول صلى الله عليه وسلم وأنجز له ما وعده قال سبحانه وتعالى إذ تستغيثون تطلبون الغوث والعون والمدد إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إبه الكلام ده موجوده في القرآن الكريم في سورة الأنفال أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين مردفين معناها يعني متتابعين باتنين تا متتابعين هؤلاء الملائكة طيب ودارت المعركة فعلا كانت معركة قوية لم تكن في الحسبان الرسول طبعا مش كانوا عاملين حسابهم ليه أن الموضوع هيتطور ويوصل لكيه بس كالموضوع على قد للقافلة بتاعت أبو سفيان اللي هيربوا الخطة باتغيرت ضارت معركة قوية لم تكن في الحسبان أظهر فيها الصحابة أعلى درجات الشجاعة والتضحية لرد عدوان جيش قريش ما هي الجيش جاي يعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم بخزوة بدر كما في قوله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة العدد طبعا صغير وبسيط خالص فاتقوا الله لعلكم تشكرون وعادت قريش منهزمة رغم كثرة عددهم رغم أنهم ألف إذن نحن نحن لا يهمنا كثرة العدد طالما أن الله معنا طالما أخذنا من الأسباب رغم كثرة عددهم وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين في سورة البقرة إذن نتعلم من أحداث هذه الغزوة طبعا الأشورى والمشاورة عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أيضا نتعلم أنه يجب علينا أن ندافع عن أنفسنا وعن وطننا وعن إسلامنا ضد أي عدو كذلك نتعلم أن نلجأ إلى الله كما لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل بالدعاء في أي موقف نحتاج فيه المساعدة نلجأ إلى الله ونستغيث بالله ونطلب العون والمدد كذلك أهمية التعاون والمشاركة بين الناس نتعلم الصبر والتوكل على الله نتعلم أن النصر طبعا ليس بكثرة العدد ولكن بتوفيق الله وكرمه بعد الأخذ بله بالأسباب تابع معي حل الأنشطة في الفيديو القادم وتجد هذا الفيديو أصلا في القناة موجود كذلك الفيديو القادم نواصل السير والشخصيات ونتحدث عن غزوة أحد غزوة مهمة جدا في الإسلام تابعوا معنا في الفيديو القادم في النهاية شكرا لكم على حسن المتابعة لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو مع الآخرين والإعجاب بالفيديو شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته